الرئاسة الوزراء قلت لحظرتك 18 نيسان 2023 صار القرار بتحويل أراضي مع أسكر الرشيد إلى غابات مستدامة وساحات خضراء ومنطقة سياحية القضية الثانية بالـ 2024 أيضا في نيسان مجرد مرت سنة كاملة على القرار وحيل إلى عقد استثماري لشركات اللي عرفنا الهباع طويل وإلها رئيس مال وصدد هذه القرارات وصدد هذا التحرك الحكومي حكومة خدمات أكل يوم حالة من الفورة من العصبية من عدم الرضا من هؤلاء الساكنين في معسكر الرشيد وإن كانوا متجاوزين لكنهو بالنهاية مواطن يقول لك احسبني على جهة سياسية وإن روحاني يقول لك مرة تقول لي أنتم مرتع لقضايا فساد غير أخلاقي وإلى آخر بغض النظر عن هاي المسميات كلها هو بالنهاية مواطن أقول يا سيادة النار ليس هناك حراك نيابي من جانب لجنة الخدمات على الأقل مفاتحة رئيس الوزراء تعال أنت أوكي اصرفت هذولا وين يرحون هاي الثلاث عائلة أكوش حراك من عندكم بالنية أستاذ حيدر احنا من قلت آني رئاسة الوزراء هي من تبنت هذا الموضوع باعتبارها جهاز تنفيذي طيب المفروض تشعر لجنة الخدمات والأعمار النيابية لأن هذه المشكلة حصلت ولازم نعالجها احنا ما عدنا مشكلة الناس اللي الآن موجودين على أرض الواقع واللي هم الآن لا حول ولا قوة وهم يعني كانوا يتأملون من الأخ السيد السوداني أن يأخذ بنظر الاعتبار جنب الإنسانية احنا حاضرين يا بتتحولها إلى استثمار بتتحولها إلى منطقة خضراء بس احنا وين نروح وهذه مدارس وهذه امتحانات خلي نتابع هذه القضية خلي نشكل لجنة ودولة الرئيس قال لا يمكن إزالة التجاوزات سواء كانت أرزاق الناس سواء كانت سكن خاص بيهم إلا بإيجاد البدائل هسا إيجاد البدائل شنو اللي ممكن نسوي لهم تعطيهم أموال ويروحون يأجرون تنطيهم هم ليش يجوا وقعدوا بهذه المكانات أي طريقة ترضيهم شنو الأسباب أي طريقة ترضيهم شوف أستاذ حيدر خلي نتابع الأسباب الموجبة لسكنهم في هذه المناطق طيب والتجاعيات على أثر هذه السكن هنا شوف الجانب النفسي النظرة الدونية لهؤلاء مع جل احترامي لهذه العوائل بعوائل محترمة لكن النظرة الدونية لهذه الأماكن لهؤلاء الشاغلين من الآخر اشتركوا في القناة inspired by March